بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل موضوعنا في الموضوع بتاع Introduction to Economy وهنتكلم النهاردة عن موضوع هام جدا وهو Varieties of Market Structures السوق اللي عندي أنواع الأسواق المتدولة الموجودة السوق دائماً بيتكلموا عنه في كتب الاقتصاد اللي هو Perfect Competition Perfect Competition معناه المنافسة الكاملة طبعاً ده زي ما بيقوله المدينة الفاضلة Perfect Competition لا يمكن تحقيقه فيه أي وضع لازم فيه deviations لأن المنافسة الكاملة تتطلب أشياء كثيرة نمرها واحد Very Very Money معناه إيه؟ أن عدد الوحدات أو عدد اللي داخلين في السوق عدد كبير جداً بمعنى إيه كبير جداً؟ بمعنى لا يستطيع أنه هو مجموعة منهم يجتمعوا أنهم يأخذوا قرار individual فردي عشان يضروا المستهلك لا يمكن هم عدد كبير جداً لا يمكن أن يجتمعوا على أنهم يضروا المستهلك وبعدين دخول السوق والخروج منه في حرية كاملة كاملة Perfect Competition يعني أنا في عندي في حرية في دخول السوق والخروج منه وبعدين في عندي number of supplier huge suppliers عدد كبير جداً من subliers بحيث لا يستطيع أن مجموعة منهم تجتمع على أنهم يضر المستهلك وحرية الدخول والخروج زي ما قلنا وبعدين الحكومة ملهاش تدخل الحكومة ليس لها تدخل في السياسة السعرية هنشوف بلوقتي في حالة Perfect Competition السياسة السعرية مطروحة لل supply والديماند في نوع تاني من الأسواع يبقى النهاردة Perfect Competition very many huge number of units وفي Frequency in reality في الواقع نادر جداً طبعاً مفيش أي عائق لدخول هذا السوق أو الخروج منه بمعنى مثلاً واحد عاوز يفتح مطبع لكتب مش لازم بقى يبقى فيه مجموعة من الاشتراطات لازم يعدي على بعض الأماكن تقول له yes or no هل له تاريخ في الطباعة دي ولا لا أنثقون يعني مفيش معوقات لدخول هذا السوق لكن pure monopoli pure monopoli كلمة pure monopoli معناه أنه فيه عندي احتكار كامل يعني فيه واحد هو يتحكم في السوق كاملاً طبعاً أيضاً ده نادر لما فيش like to be high المونوبوليستيك 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 اللي هو بيسموها احتكار القلة يعني يسيطر على السوق أربعة خمسة ده ميني موجود كتير جداً أنه ممكن فيه مونوبوليستيك موجود جداً في الأسواق oligopoly برضو نوع من أنواع الاحتكار التنافسي الموجود يبقى فيه perfect competition فيه pure monopoli فيه مونوبوليستيك مونوبوليستيك فيه oligopoly طبعاً فيه وفي produce large share of GDP اللي هو gross domestic products اللي عند طبعاً أنا بكلم عن أنواع السوق دي عامة لكن دايماً اللي هميني حتة الperfect competition والأشياء اللي ممكن تترتب عليه لو احنا نتكلم عن القانون العرض والطلب the law of supply and demand in perfect competition في المنافسة الكاملة هنشوف قدامنا للوقت النهاردة لو تخيلت إن هذا الكيرف كيرف الكمية المعروضة في السوق وهذا الأكس بتاع السعر اللي عندي فهتبصت تلاقي subline منحنى subline بهذا الشكل ليه منحنى subline بهذا الشكل إن النهاردة كل لما السعر يزيد يبقى بيدي موتف أو حافز لإن الراجل اللي هو sublier يزود الكمية بتاعته يبقى كل السعر ما يزيد ها السبلير عاوز يزود الكمية بتاعته لكن عكس المستهلك اللي هو demand اللي عندي نهو الكيرف بتاعت demand كل لما السعر يقل يدي حافز إن المستهلك يشتري كمية يعني أنت مثلا بتروح تشتري لحمة مثلا بتلاقي الكيلو ب40 ريال لو لقيت الكيلو ب20 ريال هتجيب تيس وانت جاي بدأ كنت راح تشتري كيلو واحد خبالك يبقى النهاردة نخفاض السعر بيحفز المستهلك على إنه يقتنس أكبر قدر من الكمية اللي عند لكن في علم الاقتصاد يقولك فيه invisible hand فيه يد خفية بتعمل توازن في السعر عند هذه النقطة بمعنى لو هذا الكيرف بتاعة السابلاير وهذا الكيرف بتاعة الديمان يلتقوا في هذه النقطة يبقى هنا هو الكمية يسموها الكمية التوازنية وهنا هو يسموه السعر التوازنية طب تعالوا ندرس مع بعض لو في حاول حد من السوق من السابلاير يرفع السعر الى سعر اخر لو ارتفع السعر ماذا يحدث السابلاير يحاول يزود الكمية بتاعته عند هذا الوضع عاوز يزود الكمية بتاعته لكن المستهلك يقولك لا انا عمي الكمية بتاعتها هقللها لان السعر زاد فاصبح الكمية المعروضة اكبر من الكمية المطلوبة في زيادة هذه زيادة في السعر تخلي البضاعة ما تتباعش لما البضاعة مش تتباع ترغم السعر على النزول مرة اخرى الى وضع التوازن واخد بالك لكن النهاردة لو في حد حاول ينقص السعر مثلا جه الحكومة فرض السعر اقل من سعر التوازن لما السعر يقل هندفع المستهلك الى امتلاك كمية كبيرة من البضاعة والخدمات اللي عنده لكن المستهلك اللي عنده هيقل الانتاج وهيقولك لا السعر اللي عنده ده هوت سعر مش يكفيني فيحصل فجوة ايضا بيسموها شورتج عجز في السوق هذه الفجوة نتيجة ان الكمية المطلوبة اكبر من الكمية المعروضة فهذه الفجوة تدفع السعر للارتفاع مرة اخرى الى سعر التوازن او يظهر ما يسمى بالسوق السوداء واخدين بالك هي دي الفكرة في ازاي البرفكت كومبيتيشن بيحاول يوازن ما بين الكمية الطلب والعرض فان دايما نسمع يقولك ايه العرض والطلب العرض والطلب العرض والطلب ده محتاج بيرفكت كومبيتيشن فهمنا البرفكت كومبيتيشن ايه هي والسبلاي والتوازن بتاع السبلاي اند ديمان اشكركم والى اللقاء